إذا تناولت الزيتون الأسود بهذه الطريقة فإنك سوف تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المدهلة دعوني أشارك معكم الطريقة أولا والفوائد في آخر الفيديو سوف تأخذ الزيتون الأسود تقوم بإزالة العظم منه وبعد ذلك تنظفه وتمسحه جيدا وإذا كان الزيتون أسود بدون ملح فهو أفضل بكثير أنا هنا استعملت الزيتون الأسود بدون ملح سوف أضيف له القليل من الزعتري الكمية على حسب الزيتون الأسود الذي استعملته أنا هنا استعملت تقريبا ربع كيلو من الزيتون الأسود أضفت له ملعقة كبيرة مملوئة جيدا من الزعتري والتي له فوائد عظيمة وكثيرة سوف أتركها كذلك في آخر الفيديو سوف أضيف زيت الزيتون وأقوم بطحن الجميع طحن جيد جدا حتى أحصل على خلطة دهن للخبز أو يمكن تناولها بالملعقة أو استعمالها في العديد من الوصفات بعد ذلك سوف أحتفظ بها في إناء وأحتفظ بها في الثلاجة أنا هنا وضعت ورقة من ورق الغار لكي أحتفظ به لمدة أطول وبدون أن يفسد ماء وبهذه الطريقة يتناوله الأطفال بدون أي مشاكل خصوصا إذا أضفتم لهم القليل من الجبن فسوف يعشقونه الزيتون الأسود غني جدا بمضادات الأكساد التي تعزز صحة القلب وتقاوم أضرار الجذور الحرة التي بدورها تعد سببا رئيسيا لمشاكل القلب والأوعية الدموية كما أن الزيتون الأسود يمنع أكسادة الكوليستيرول وتراكم الدهون في الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة ويحتوي على دهون جيدة جدا تعزز زيادة نسبة الكوليستيرول الجيد في الدم أيضا يعمل على الوقاية من السرطان لأنه مصدر رائع لفيتامين A وحمض الأوليك وأيضا يحافظ على صحة الجلد والشعر لأنه غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسادة التي تغدي الشعر والجلد أيضا يعزز صحة العظام ويحد من ألام التهاب المفاصل ويحسن صحة الجهاز الهضمي ويعمل على تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء والتقليل من حدود تكون حصوات المرارة أيضا يعالج الأنيميا لأنه مصدر جيد للحديد وينقل الأكسجين في الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء أيضا يحافظ على صحة العيون لأنه غني بالفيتامين ألف المفيد جدا لصحة العين ويعمل كمضاد لإعتام عدسة العين والتنكس البقعي وأمراض العين الأخرى المرتبطة بالعمر يحافظ أيضا على صحة الكبد مفيد جدا لصحة القلب ويمنع خطر الإصابة بتصلب الشرائي ولديه فوائد أخرى جدا حيث أنه يساهم إلى حد كبير في نمو وتطور الجنين خلال فترة الحمل أما عند إضافة الزعتري للزيتون الأسود فإنك بذلك تضيف العديد من الفيتامينات والمعادن والزيوت الطيارة والمضادات الأكسد المهمة جدا للجسم وأيضا عند إضافة زيت الزيتون فهي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة والعديد من الفيتامينات والمركبات الضرورية أيضا للجسم فالزعتري وزيت الزيتون والزيتون الأسود هذا الخليط لديه فوائد عديدة منها للجهاز الهضمي يطرد البلغوم ويهدي السعال أيضا يقضي على الديدان المعوية يطرد الغازات من تجويف البطن يخفف ألام الأسنان ويقوي اللثة يقي من الإصابة بالسرطان أيضا مفيد جدا للرجال مفيد لصحة الجهاز تناسوري والمسالك البولية ويزيل الترصبات يخفف أعراض الربو والتحسس ويحسن صحة الجهاز التنفسي ينشط الدورة الدموية وينشط عضلة القلب يقي من الإصابة بتشنجات العضلية يعالج التهاب المفاصل يقوي الدم يقوي الصحة النفسية ويخفف الشعور بالقلق والاكتئاب يقي من الإصابة بالإمساك ويعالج القولون العصبي يعزز مناعة الجسم ويمنع الإصابة بالالتهابات يقوي النظر يزيد كفاءة الذاكرة ويساعد على الحفظ والعديد جدا من الفوائد وأيضا يخفض نسبة السكر في الدم وينشط الغدد العرقية ويخلص الجسم من السموم وينقي الكبير كان هذا فيديو اليوم إلى اللقاء